ترجمة نانسي قنقر سالم العريض نائب رئيس الوزراء لحضور هذا الاحتفال وتسليم الجائزة للفائزين بها برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أقامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمقر المنظمة في باريس الحفلة التاسعة لتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن إيسى الخليفة لاستقدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم حيث أناب جلالته سعادة الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس الوزراء لحضور هذا الاحتفال وتسليم الجائزة للفائزين بها كما حضر الاحتفال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والسيدة أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو وكبار المسؤولين بالمنظمة الدولية وممثلي السفارات وجمع من الإعلاميين وحضور واسع من الباحثين والمختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وطلبة مملكة البحرين الدارسين في الجامعات الفرنسية أن تنظيم هذه الجائزة للعام التاسع على التوالي برعاية ملكية سامية له دور كبير في إنجاح الفعالية المصاحبة في الواقع أن هذه الجائزة اليوم نالت إشادة كبيرة من جميع المهتمين باعتبارها جائزة وضعت اسم مملكة البحرين بتوجهات ودعم من سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على خارطة العالم في المجال التعليمي والحضاري لقد تقدم لهذه الجائزة هذا العام أعداد أكبر من أي العوام السابقة وهذا يؤكد مدى عالمية هذه الجائزة وتجدد المواضيع التي تطرحها وتقدم هذا العام حوالي 700 شخص ومؤسسة ثم تم تقييم 143 مشروعا من قبل لجنة من محاكمين دوليين في مقر المنظمة ثم تم اختيار البحثين الفائزين باعتبار أنهما يمثلان نقلة حضارية في توصيل التعليم خلال هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة هذا العام أيضا تم مشاركة عدد من الأبحاث المتميزة التي لم تنوا المركز الأول أو الثاني ولكن تم دعوتها باعتبارها مشاريع لها جودة نوعية وإضافة تعليمية لقد نالت هذه الجائزة خلال الحفل اليوم إشادة كبيرة وثناء كبير على سيدي حضر الصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ولله الحمد سوف نواصل بدعم من جلالته تقديم كل ما من شأنه المحافظة على سمعة مملكة البحرين على الصعيد الدولي وفي كلمتها بمناسبة تسليم الجائزة أشادت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بمبادرة جلالة الملك المفدى حفظه الله بإطلاق هذه الجائزة الدولية الهامة والتي تتلاقى مع أهداف اليونسكو في نشر التعليم للجميع مشيدة بوزارة التربية والتعليم لدورها في تعزيز الروابط والتعاون مع المنظمة في مختلف المجالات مؤكدة بأن مبادرة ملك مملكة البحرين التي مضى عليها عدة سنوات قد أصبح لها صيت دولي كبير ثم ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة مملكة البحرين نقل فيها تحيات وتهانية جلالة الملك المفدى للفائزين مشيرا إلى إنجازات مملكة البحرين في مجال التعليم الإلكتروني والنتائج المثمرة التي عادت على الطلبة موضحا بأن الجائزة لهذا العام شهدت اهتماما دوليا حيث بلغ عدد المشاريع المقدمة للتنافس على الجائزة 700 مشروع وصل منها 143 مشروعا إلى المرحلة النهائية وقد اختارت لجنة التحكيم المكونة من عدد من الخبراء الدوليين مشروعين فائزين بالجائزة بعد عقد سلسلة من الاجتماعات في مقر المنظمة موضحا الوزير البعد التعليمي لجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم ودورها في نقل التجارب المتميزة دوليا ودعم وتشجيع المشاريع الرائدة في مجال استخدام هذه المنظومة التعليمية المتطورة بعدها قام سعادة الأستاذ جواد بن سالم لعريض نائب رئيس الوزراء نائب راعي الحفل والبدير العام لليونسكو وسعادة وزير التربية والتعليم بتسليم الجائزة للفائزين بها وهما البرنامج الوطني لتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل التعليم من المملكة المغربية ومبادرة التعلم المتصل من جمهورية الهند أريد في البداية أن أعبر على تقديري وامتناني لمملكة البحرين الشقيقة ولملكها الشيخ حمد بن عيسى الخليفة على دعمهم للتربية والتعليم بشكل عام وعلى دمج تقنيات المعلومات والاتصال في التعلم بمنحهم هذه الجائزة الكبرى المهمة للمغرب المغرب الذي امتاز بهذه الجائزة في إطار برنامجه لتعميم استعمال التقنيات الحديثة للتواصل في المنظومة التعليمية هذا البرنامج الذي من شأنه دمقرطت استعمال هذه التقنيات في التعلم وانخراط الجميع التلامذ في اقتصاد المعرفة شكرا لمملكة البحرين على هذا الدعم وعلى هذا المصدق الدولي والعالمي التي أعطاها للمغرب عبر هذه الجائزة أنا سعيدة جدا بهذه الجائزة التي تشرف المعهد بالفوز بها وذلك تقديرا لجهوده في نشر التعليم بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن مثل هذا التكريم العالمي الكبير يتشرف المعهد به ويزده قناعة بأهمية الدور الذي يقوم به خدمة للتعليم وبهذه المناسبة أشاد معالي نائب رئيس الوزراء ممثل جلالة الملك المفدى بالجائزة وبما باتت تحظى به من صيت دولي مؤكدا بأنها مبادرة إنسانية علمية من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للعالم لمكافأة المبادرات والمشاريع التي تقدم التربية والتعليم من خلال استخدام وتوظيف التكنولوجيا خدمة للإنسانية بما يجعل التعليم في متناول الجميع وعلى هامش الاحتفال قام نائب رئيس الوزراء نائب راعي الحفل برفقة المديرة العامة للمنظمة ووزير التربية والتعليم بافتتاح المعرض الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والذي تضمن إضاءات على البسيرة التعليمية في المملكة ومظاهر التقدم الحضاري في المجال التعليمي مع إلقاء الضوء على مشروع التمكين الرقمي في التعليم والذي يعد امتدادا لمشروع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة لمدارس المستقبل